تضيقات وانتهاكات إسرائيلية بحق أهالي وادي النعم في النقب تصل إلى إجبارهم على هدم بيوتهم بأيديهم تكاليف مادية يتكبدها أصحاب هذه المنازل بذريعة البناء دون ترخيص عدا عن الأضرار المعنوية التي تتمخض عن العيش دون صقف أو غطاء اهدم بيتك بيديك سياسة التهديد والوعيد التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية مستمرة حيث أدت هذا الأسبوع إلى قيام مواطنين من قرية وادي النعم بالنقب بهدم ثمانية مبان تأويس التعائلات بينها سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة منطقاتنا هذه نحن سكنين فيها ليس اليوم ولا مبارح الدولة تسألنا إنت إيجابك على المنطقة هذه إنت ليش ما معك وراك في المنطقة هذه المنطقة هذه أنا سكن هنا قبلها سكنها أبوي قبلها سكنها جدي واجددي من وراء تغير هناك كثير حكومات وكثير دولة اللي هني جن فوقتها أنا ما مع أي ثبتات من دولة لدولة ما كان معنا ثبتات ولا رح يكون معنا ثبتنا الوحيدة أن نحن موجودين على الأرض بنيت البيت هذا بعد يعني معنا مش في يوم وليلة كلفني البيت هذا من مية لحد مية وخمسين الف شكل أعلوت خلصنا بنايا سكنت فيه هذا قبل سبع سنين حوالي سكنت فيه فترة يمكن أربع سنين بعد أربع سنين حطوا تسافة رساة جبنا محامي ومحامي كلفنا بحق البيت كمان بسعى البيت هذا بسعى بتي أنا شخصي بقول لك كلفني حوالي مية ألف شكل كمان محامي وبعد مثلا القاضي قرر نزيه خلص لازم يهد القاضي وهد هدنا تسبق عمليات الهدم حملات دهم وتفتيش واعتقالات تستمر لساعات طويلة يرافقها التهديد بدفع غرامات تصل إلى أكثر من مائة وسبعين ألف شكل بدون أي حلول أو تعويضات واقتراح من مفتشي السلطات بالسكن على القمر وفق شهادات الأهل من كثرة العنصرية تبعتهم حتى إسدريم التفقيات محهم ما قدرنا نوصل ما هم راضين يعطون لا التفقيات لا تعويض لا إدلوم نبني فيهن وزي ما تشايف الوضع كذي سرنا هدنا سبع بيوت بدانا اللي كلفن الولاد هناك كثير كثير أموال يعني سبع بيوت عندك حركة 700-800 ألف شكل اللي راحاً إسطام للشباب اللي كل حياته بيشتغل على مسكورة 6000 شكل 7000 شكل وبتقوم إنهم يهدوها كذي فلمحها البصر يعني بتقوم كذي فجأة بعد منك تبني بيتك بيجو بيحط لك تسافة رساة وبيقول لك هد تقرير الإدارة الجنوبية للعام الماضي أشار إلى هدم 2326 مبنى لعرب النقب حيث تم هدم 88% من المباني بأيدي أصحابها بعد ممارسة الضغوط عليهم حيث تتبجح هذه الإدارة بأن الهدم الذاتي نجح نتيجة عمل ميداني شامل ومكثف ضاربين عرض الحائط آلاف المواطنين الذين بقوا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ترجمة نانسي قنقر